موسيقى تتنوع الصناعات العسكرية المصرية ما بين أكثر من مجال وقطاع إلى جانب المدرعات القتالية والدفاعية البرية هناك أيضاً اهتمام بالجانب الإنساني عشان كده جي تصنيع خاص لمدرعة فهد إسعاف وهي مدرعة متميزة جداً للإسعافات الأولية مدرعة فهد إسعاف الحقيقة بتتميز بمستوى حماية عالمي ضد الطلقات النارية ويصل مستوى الحماية إلى مستوى بي سيفن مزودة بطاقم عمل يصل إلى خمسة أفراد فهد إسعاف هي من إنتاج مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع وكمان حصل اتفاق مع معدد الدول الإفريقية لتصدير فهد إسعاف إليها من بين هذه الدول بوركينا فاسو وبرين نزلنا مع حضراتكم من داخل أروقة معرض إدكس 2023 المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية تحديداً نحن الآن من جناح الهيئة العربية للتصنيع الهيئة العربية للتصنيع صاحب التاريخ طويل في التصنيع العسكري منذ إنشاءها عام 1975 في هذه النسخة الثالثة من إدكس 2023 هناك حوالي 45 منتج عسكري جديد يعتبر إضافة حقيقية لمنظومة التسليح والأمن داخل الدولة المصرية يسعدنا وشرفنا أن يكون معنا سعادة اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ضيفاً عزيزاً في صباح الخير مصر أهلاً بك سعادة اللواء منوارنا ومشرفنا أهلاً وفعلاً بحضرتك محمد يعني بداية الرسالة وراء هذا المعرض إدكس 2023 قبل الحديث عن الهيئة العربية للتصنيع الرسالة وراء هذا المعرض وأهميته في هذا التوقيت تحديداً المعرض الصناعات الدفاعية إدكس 2023 كان يعقب بهذه الأولى الأساسة والرهنة جداً في عمر العالم وحضرتك شايفت الأحداث حوالينا بكل أنحاء العالم أحداث راهنة وأحداث ساخنة ويأتي إلى مصر في هذا التوقيت بالذات أكثر من 400 شركة وحوالي 6 من 46 دولة فهذه ثقة كبيرة في كترة مصر العظيمة على تنظيم مثل هذه الفعالات الكبيرة وعلى أن مصر بلد الأمن والأمان مصر البلد الاستقر الآمن فذي طبعاً تبقى من جميع دول العالم في جمهورية مصر العربية لتنظيم مثل هذا الحدث الكبير في هذا التوقيت إلى أي مدى هذا المعرض بيتيح مساحة لعرض الإنجازات المصرية في بجال التصنيع العسكري أحنا بصراحة بنلتظر هذه النصفة كل عامين لأنه يعتبر موسم لعرض الإنجازات الهيئة العربية للتصنيع وعملها خلال عامين فات فأحنا طبعاً بأقول أبناء الهيئة العربية للتصنيع وبسواعدهم وبالتعاون مع زملائنا في القوات المسلحة في عناصر البحث والتطوير بنفكر دايماً في تصميم وإنتاج كل ما هو جديد يختم القوات المسلحة المصرية أولاً وبالتالي يمكن أن يكون هناك وسوء للتصنيع للدول الصديقة والدول الشفيقة فعلى سبيل النساء لهذا العام الخريقة نحن في نعرض 45 منتج في جناح العربية للتصنيع بينهم سيادتك 12 منتج في العرض الخريجي والباقي في العرض الدقيق الحياة بيصدر كلهم فيهم أكثر من خمس مجموعات منتجات بتننتج وتعرض لأول مرة في جناح العربية للتصنيع عندنا يا فندم في الخارج أنا مثلاً شفت لأول مرة منظومة لمجابهة الطائرات بدون طيار منظومة دفاعية وأيضاً عربة إسعاف فهد نحن بنتكلم على جانب مهم جداً لأول مرة بيدخل الخدمة بشكل مباشر أنا برضو أتمنم بما أن سيادتك تكلمت عن العربيات المضرعة الفهد إذا بنصنع هذه العربات لدينا أكثر من 30 عام بمصنع قادر للصناعات المتطورة أحد ما صنع الآية العربية للتصنيع العربة الفهد عندنا مرض العديد من مراحل التطوير والحقيقة برضو عايز أقول قربت حقيقياً في مقاومة الإرهاب في فينام كان لها دور كبير في العمليات العالمية في مقاومة الإرهاب وحماية قوتنا أثناء مجابهة الإرهاب الأسود في فينام سيادتك مرت بالعديد من التطوير طورناها علينا السقف بتاعها عشان تبقى مريفة للأطفم إن هي شجالة جمهة العربية سيادتك الباب عندنا كان في بعض برضو مشاكل طورناها بأيدي المغاتسين ومغاتسات بتوعنا عملنا له بي شيب من أسفل العربة عشان يتحم الموجات الانفجارية للأبوات المتفجرة لغاية 10 كيلو لا الآية وهي عربية بيصدق فيها الجميع العربية دي صناعة مصرية خالصة 100% 100% لأيدي مهندسيننا ومهندساتنا وعمالنا وعاملاتنا في مصنع قدر الإصلاعات المتطورة وسيادتك إحنا بيبع لعقبال وبنصدرها إلى الدولة البركية والدولة الشقيقة فالحمد لله رب العالمين في ثقة في المنتج المصري في ثقة في متجادة الهيئة العربية للتصليق لدي شعادة لنا جميعا بأننا إن شاء الله على الطريق الصحيح للوصول للعالمية بهذه المجالات في مجالة حوالي ساتل لها من مجموعة فهد والمركبات القتالية البرية والدفاعية وأيضا فهد الخاص بالإسعاف وهي لأول مرة بيكون هناك خط تصدير إلى دول إفريقية كما بكرت بوركينا فاسو وبوريندي وغيرها من الدول إلى مجموعة أخرى مهمة جداً هي مجموعة الحارس حارس 1 و 2 و 3 وهي لافتة أيضاً في العرض الخارجي بنتحدث عن منظومة لمجبهة الطائرات بدون طيار لا أبي أفضل أن مجموعة حارس هي مجموعة التي صممت بعقول أبناك القوات المسلحة وأبناك الهاية العربية التصريح ونفذت لسواعد أبناك الهاية العربية التصريح هي عبارة عن خمس مجموعات حاس 1 و 2 و 3 و 4 و 5 هذه مجموعة الحارس هي مجموعة لاكتشاف ومجابة الطائرات المسيرة والإعاقة الكرونية على بقى المستويات المختلفة على كل المستويات العربية هيا إحنا بنفكر بهذه المجموعة وبنتطلع إن شاء الله أنه نسوقها خارجياً بإذن الله عندنا برضو إضافات إديدة تاني عندنا مثلاً مجموعة حافظ وإحنا وراءنا في الخلفية اللي هي قذائف صواريخ إنها خنابل جوية حرة ودي حضرتك كنا بنستورد آه يا خلفية نابل لنا بشارك قبل كده عرضها بنصنعها بأحد مصانع لهاية العربية التصريح مصنع صحر لصنعات تكون تكويرا حضرتك بنكتج منها حافظ واقف واثنين، ثلاثة واربعة هي برعاً خنابل جوية حرة أوزنها بيتراح من 500 إلى 2000 رطل بتتميز بقدرتها على اقتراف الخرصانة المسلحة حتى سنك 180 فاند فبلفقها بالحقيقة بهذا المنتج والحقيقة مقربت أيضاً والحقيقة أعطت نتاعك طيبة جداً ننتقل إلى التعاون مع وزارة الداخلية أيضاً يعني لأول مرة وحنا شايفين في هذا الجناح واحدة خاصة لمكافحة الشغب وتمت يعني كموديل أو كلموذك حيتم يعني التعاون مع وزارة الداخلية وإمدادها بهذه العربات صناعة مصرية 100% أيضاً نعم هذه العربة يا فندي عربة فات الشغب المصفحة المصرية قادر واحد قادر واحد اسمعني صناعة في مصنع قادر للصناعات المتطورة في كامل صناعة مصرية خالصة ولأول مرة في جمهورية مصر العربية وصلنا مثل هذه العربات هي إحنا تعاوننا مع شقائنا في وزارة الداخلية المصرية ونفذنا لهم هذه العربة في المواصفة وجاهزناها بالتجهيزات اللاثمة دبقاً للمواصفات العمى وضعوها لنا وصمموها لنا والحقيقة هذه العربة تحطيك مستوى حماية مكبير مستوى من المستوى العالية جداً في الحماية دويل سنتأحمي أيوك سنتأحمي الأطقم العابلة وزيادة كمان هذه العربة لها درجة ممنعة ضد الزفاعر حتى سبعة تنين مستيك تسعة وتلاتين وأنا بقول ابتلاتنا لهذه الخدرة لتصنيع هذه العربة إن شاء الله عيمكننا أننا نحضر في وقعها كمان للدول الشقيقة وأي عميل بين الدول الشقيقة عادي ندود عليها تجهيزات معينة إحنا قادرين وضوراً ونفذر أن هذه العربة نصنعها في مئة في مئة في مئة في الهيئة العربية الحقيقة اللي بني يتجول داخل الجناح الهيئة العربية للتصنيع يعني يفاجأ بتطور تكنولوجي في كل المعدات وكل القطع والمنتجات العسكرية والأمنية الخاصة حقيقةً إحنا بنتشوف ده وشوفين نتكلم عن إيه أو إيه لكن في أيضاً الوحدات المراقبة دي مهمة جداً حابين نتكلم عنها والتوظيف التكنولوجيا الحديثة فيها حقيقةً الحقيقة مركز بيادة والسيطرة سيادتك متحرك بيستخدم ديول بيستخدم جميل جداً والجميل فيها أن نعو وصممة وصممة بيستخدمة بيستخدمة في المصادر الأيام العربية طيب، سؤال مهم جداً يعني ركيزة أساسية من ركائز الاستراتيجية العسكرية المصرية هو الاعتباد على التصنيع المحلي يعني الركيزة الأولى هو التنويع في مصادر السلاح والركيزة الأخرى فكرة الاعتماد على السلاح المحلي والتصنيع المحلي لأي مدى الدولة المصرية برأيك يعني قطعت شهود في هذا المجال وأهمية هذا المكون للناس اللي هم يعرفوا أنه لازم نعتمد على تصنيع السلاح بأنفسنا احنا بنأخذ القيادة السياسية باكاً لنا توجهات السياسة الرئيسة دايماً لنا حتى الغايق أمس في افتتاح هذا المعرض هذه النسخة الثانية أن احنا يجب أن نمتلك القدرة يجب أن نمتلك القدرة ذاتية يجب أن نمتلك القدرة ذاتية وهو هذا اللي نمشيين به وهو هذا اللي بنعجوه بيه ويعني بصراحة بنحاول جاهداً أن نمتلك هذه القدرة ونبحث عنها لما نطلع بآخر اليوم مثلاً منتج جديد يحمل شعار الفني عقيمة فضل أفندي أنا عمريسة عشانالة وفتفتي عرضه من طبات الحظ الكيميائية السبفي نحن هنا في المعرض أتجنا جهاز جديد يصلنا لأول مرة في جمهورية مصر عربية جهاز قسموا جهاز الكشف والقياد الإشعاعي المصري الجديد هذا الجهاز كنا نستورده دائماً من خارج العليا بعطول برضو زماء زولتنا في الحرب الكيميائية وبسواعد أبنائنا في مصر الإلكترونيات في الهيئة العربية لتصنيع تم تصنيع ثرازين من هذا الجهاز جهاز دكتور محمد للإستردامات العسكرية وجهاز آخر الترجمات والتطبيقات المدنية يستخدم في المنافذ الحدودية في المطارات في الموانئ للكشف الكشعاي على الواردات جميل بالإضافة لإستخدام مدافذ المستشفى يعني هناك تعدد الإستخدامات في أكثر من مجال داخل الدولة المصرية فأنا فخور جداً بتصنيعنا وبنجحنا إحنا وزملائنا في أقوات المسلحة بتصنيع هذا والله يا فندم إحنا الفخورين وكل مصري بيزور هذا المكان فخور ويرفع راسه إنه شايف هذا الانتاج هذه العبقرية المصرية عبقرية الشخصية المصرية إنها تنتج لنا وتبدأ لنا كل هذه المعدات والصناعات الأمنية والعسكرية بشكرك شكراً جزيلاً يا فندم شرف لنا أنك كنت معنا النهاردة صباح الخير يا مصر وللهي العربية التصنيع أن أكفونا في تلفزيون بلدي تلفزيون بلدي في مصر العربية وفي برنامج طباح الخير كل التحية وكل التقديل لحضراتكم ومن برنامجكم الشائع الضيوع أدعو الشباب مصر لا شباب وفتيات مصر أن يأتوا إلى هذا المعرض ويتفرجوا على صناعة بلادهم ويأفقوا في فدرات بلادهم لأن مصر إن شاء الله قادرة أن تصعى المعبزات اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة